الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولددونت.com يقدم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده فقد قال سبحانه وتعالى في ثنائه على نفسه وهو أهل الثناء والمجد وما ربك بظلام للعبيد وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم تبرأ من ظلم العباد وقال إني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال وإن الله سبحانه وتعالى جعل الظلم ظلمات يوم القيامة وجعله محرما بين عباده أجمعين فلا يحل للإنسان أن يظلم بهيمة ولا دابة ولا أن يسد في الأرض أي فساد وإن من أعظم الظلم ما يتعلق بدماء المسلمين فإن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد دخل حصن الله سبحانه وتعالى وحرم بذلك دمه وماله وإرضه وقد ذبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى وذبت نظير ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دماء المسلمين في هذا الزمان أصبحت رقيصة بأمر عجيب لا يمكن أن يتصوره أحد فأصبح المسلم كأنه ليس له راع وليس له حما يعتدى على دمه بأدفه الأسباب وأيسرها وأبلغ الظلم ما كان ناشئا عن قضاء يفترض فيه أن يكون عادلا وأن يكون منفذا لحكم الله فالقضاء وظيفة إلهية وظف الله فيها أنبياءه وخيرة خلقه وقال لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وإن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى بيّن الله درجته في آية في سورة المائدة فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم درجات القضاة في الحكم فقال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فالقاضي الذي جهل الحق وحكم على هواه في النار والقاضي الذي علم الحق فحكم على خلافه في النار والقاضي الذي علم الحق فحكم على مقتضاه في الجنة وإن مما يعجب له الإنسان ما لم تسمعه أذن في تاريخ البشرية أن يحكم حاكم يزعم فيه أنه حاكم في دولة إسلامية على أرواح خمسمائة وتسعة وعشرين إنسانا بالقتل دون سبب وإن هذا النوع من الأحكام لم يعرف في تاريخ البشرية فقد قتل الأنبياء لكن لم يقتلوا بهذا العدد ولم يحكم بأحكام قضائية على مثل هذا العدد في تاريخ البشرية كلها من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا وإن ما يحصل الآن في مصر من الحكم بغير ما أنزل الله ومن الحكم باستباحة الأرواح المعصومة إنما هو طغيان في الأرض وإفساد عظيم فيها وتجبر فيها تجاوز الحد الذي يمكن أن تتعارف عليه البشرية ولذلك يحكم على الناس جزافا فيحكم بقتل خمسمائة وتسعة وعشرين إنسانا منهم الكبار ومنهم الصغار ومنهم العلماء ومنهم الصبيان الذين لم يبلغوا حد الحلم يحكم عليهم جميعا بدعوى أنهم شاركوا جميعا أو حرضوا على قتل شرطي واحد وهو ما لم يقع ولم يكن منهم أن يفعلوا ذلك وهؤلاء الذين عرفوا بالأمن والأمان والسعي لمصلحة مصر وغيرها من أنحاء العالم لا يمكن أن يتصور منهم الاعتداء على أحد فإنهم لا يعتدون على اليهود فكيف يعتدون على المصريين ولذلك لا بد أن يعلم أن مثل هذا النوع من الأحكام الجائرة مما تضج له الأرض والسماوات ولا بد أن يشعر عباد الله سبحانه وتعالى والموحدون في كل مكان بأن هذا من الظلم البين الذي يجب على أهل الأرض إنكاره والوقوف في وجهه فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله والقسط هو العدل وهو مقتضم من الإنسان أن يكون دواراً مع العدل حيث داراً وأن يكون وقافاً مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله ولذلك فإننا اليوم في هذا المكان وعلى منبر هذا المسجد نعلن براءتنا من مثل هذه الأحكام الجائرة وهذا الظلم البين وننكر هذا المنكر ونعلم أن ذلك حق واجب في أعناقنا جميعاً وليس هذا موقفاً سياسياً كما يتصوره بعض الناس فلو كان المحكوم عليهم من الأقباط أو كانوا من أي جنسية أخرى لوجب علينا أن نعلن براءتنا من هذا الظلم وإنكارنا لهذا المنكر فإن الظلم لا يقرُّ ولو كان على غير المسلمين لا يحلُّ للمسلمين أن يقرُّوا الظلم ولو كان المظلوم من أعدائهم فإن الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِذْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ وإن هذه المنكرات العظيمة التي تضج منها الأرض والسماء لله سبحانه وتعالى مؤذنةٌ بسخط الله ومقته فإن الأرض إذا شاع فيها المنكر ولم يجد من ينكره ولا من يقف في وجهه حينئذ يأتي البلاء من السماء وينتقم الله سبحانه وتعالى من أهل الأرض ويُبدأ بمن سكت على الظلم وهو قادرٌ على إنكاره وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم درجات الناس في الظلم عندما يشيع العصف والظلم بين الناس فبيَّن أنها ثلاث القسم الأول من أنكر فأولئك الذين سلموا والقسم الثالث من كره فأولئك الذين برئوا والقسم الثالث من رضي وتابع وأولئك هم الهالكون كما بيَّن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وإن الإنكار في مثل هذا النوع من المنكرات لا يكفي فيه إنكار القلب وحده بل لا بد من إنكار اللسان ولا بد من الإعلان فإن المنكر إذا أعلن لا يمكن أن ينكر بالإسرار بل لا بد أن يكون إنكاره بالإعلان والإظهار وإن مثل هذا النوع من المنكرات الذي يتجاوز الحدود يصل ضرره إلى مشارق الأرض ومغاربها فمن علم عن مؤمن في مشارق الأرض أو مغاربها أنه أضيم أو أذل وهو قادر على أن يساعده ولو بشطر كلمة فلم يفعل فإن الله سيسلط عليه من يذله ويضيمه ويعجل له ذلك البلاء ولا شك أن هذا النوع من الظلم من المهم أن يكون إنكاره داخل الأمة الإسلامية وقد انتورنا أن يكون إنكاره على ألسنة قادة الأمة الذين ولاهم الله شؤون هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها وبالإمكان أن يفعلوا ولكن مع الأسف فوجئنا أن الذين إنكروه حتى الآن هم من خارج هذه الأمة فيسبق إلى إنكار مثل هذا المنكر الاتحاد الأوروبي ودولة فرنسا والمنظمات الدولية وهذا من العجائب التي ما عرفت في تاريخ هذه الأمة التي عرفت في سابق عهدها وفي تاريخها كله بأنها التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله فإذا جاء الإنكار من الذين لا يدينون بدين الإسلام ولكنهم عرفوا أن هذا من المنكرات التي تجاوزت الحدود والتي يجب إنكارها فكيف لا ينكر هذا الذين يدينون بالإسلام والذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا الذين يسجدون ويعفرون وجوههم لله سبحانه وتعالى لماذا لا ينكرون هذا الظلم البين الذي أنكره النصارى وأنكره اليهود وأنكره غير المسلمين من ذوي المنظمات الدولية إن هذا من العجائب والغرائب التي لا يسكت عليها كذلك فإن عدم إنكار هذا المنكر هو من المنكر البين كذلك وهو مشاركة لأهله فيما اقترفه وإن من العجائب أن يكون مثل هذا الحكم الذي لا يستطيع القاضي فيه أن يقرأ أسماء المحكوم عليهم لطول اللائحة ويصدر في بلاد المسلمين ومع ذلك يعلم كثير من الناس أن القاضي ليس له في الحكم إلا البصمة التي في نهاية الورقة فالحكم صادر عن أجهزة الأمن لا عن أجهزة القضاء ولكن مع الأسف قبل القضاء وأن يكون ذيلا لأجهزة الحكم وأن يكون عصا في أيدي الظالمين الظالمين وهذا من الإفساد البين والفساد المنكر فمن الشرف للقاضي إذا لم يستطع أن يحكم بالحق أن يستقيل من مهمته وأن يمتنع منها فذلك أقل ما يمكن أن يجزئ في إنكار المنكر أما أن يكون وسيلة وأداة للمنكر فيبصم عليه ولم يقرأه ولم يستوعبه ولم يفهمه وهو يعلم أن الأرض تضج من حكمه إلى الله سبحانه وتعالى فذلك من المنكرات التي لا يمكن أن تسمع بمشرية بمثلها وإن إنكار المنكر في أرض بعيدة عنه مقتضي لأنه قد وصل إلى تلك الأرض فهذا المنكر تجاوز الحدود وشاع في الآفاق فليالك لا بد من إنكاره في مشارق الأرض ومغاربها ولا بد أن تحتسبوا في ذلك وأن تعلموا أنه قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى وأنه لو حصل مثل هذه المنكرات في أي بلد من البلدان فلم ينكرها أهل الأرض الذين وصلت إليهم كانوا مشاركين في إذمها وكانوا جميعا مع المقترف سواء فلذلك لا بد أن تعلنوا براءتكم من هذا الظلم وأن تكونوا قوامين لله بالقسط بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه عباد الله إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمةً واحدة وقال في ذلك في محكم التنزيل وأن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاعبدون وقد صحَّى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وذبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للبؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه وذبت في سنن النسائي من حديث أبي جحيفة السوائي عن علي رضي الله عنه مما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم لذلك لا بد أن تشعر هذه الأمة أنها جسد واحد ولا يمكن أن يكون بعض الجسد يخضع للمشارط والقص وأن يكون بعضه في أمن وأمان وراحة وهدوء بال لا بد أن تشعر هذه الأمة أن الله جعلها جسداً واحداً وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تعاطفها وتراحمها وتوادها وهي أمور لا بد أن تترك أثراً في نفسيات الناس لو أن أحداً منكم شعر بالضيم والعار في بيته أو في قبيلته أو في حيه لكان عندئذ يبذل كل ما يستطيعه من أجل رفع الضيم عن نفسه وإن إخوانك في الله سبحانه وتعالى والذين يدينون بالعقيدة التي تدين بها هم مثل نفسك ولذلك عبر الله عن الإخوان بالأنفس في القرآن فقال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفكم مبين أي ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم فعبر عن ذلك بقوله بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك إن الله هم الظالمون وإن الله سبحانه وتعالى غنيٌ عنا وعن نصرتنا وإنه يفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وقد قال في كتابه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضداً لكنه يمتحنكم ويبتليكم بمثل هذه المواقف فمن وصلت إليه وبلغته فقد امتحنه الله وابتلاه فإما أن يري الله من نفسه خيراً وإما أن يكون من المخلفين الذين لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون الله ودينه شيئاً ولذلك فقد قامت الحجة لله سبحانه وتعالى على عباده بما بلغهم في وسائل الإعلام وفي تناقل الناس للأخبار ولله الحجة البالغة على عباده أجمعين وإن من بلغه هذا الخبر فلم يتحرك له ساكن ولم يتحرك له ضمير ولو كان الذي يحكم عليه بالظلم غير مسلم فإنه بذلك مخالف لشرع الله وعدله وقد قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم اعلموا رحمن الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى فيه بملائكة قدسه وذلذ بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم أوهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون اللهم انصر المظلومين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعجل فرجهم يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وألنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك اللهم أدخلهم في ردغة الخبال وسل عليهم سيف الذل والوبال يا قوي يا عزيز اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم وأنزل بهم والمثلات وألنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك اللهم اصحتهم بصوت عذاب من عندك تريح به منه المسلمين يا قوي يا عزيز اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد المؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها وصح لدينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة اللهم إنا نضرع إليك في هذه الساعة أن تفك أسر المأسورين من المسلمين وأن تفرج همومهم وأن تنفس كروبهم وأن تولي عليهم خيارهم وأن تكفيهم شرارهم يا قوي يا عزيز اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته اللهم أقرعنه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والربى والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعسائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا يا أرحم الراحمين بأحسن الفرج إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم آمنا في دورنا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك واجعل المال في أيدي أسخيائنا اللهم استرنا باسترك الجميل اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم ولا تخرج مننا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده عباد الله إننا إن شاء الله بعد هذه الصلاة سنقف في صعيد واحد ونرفع أيدي الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى لرفع الغمة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولرفع الظلم عن المظلومين وللبراءة من الظلم وأهله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبدين ربنا بذلك ومستنزلين رحماته وبركاته فعقدوا النية على هذه العبادة نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم أجمعين ثم أعلموا ورحمن الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يغفر الله لنا ولكم